قلت لك برضو نفس السؤال اللي سألته للكابت أنا أحمد من شوية لو اختار للاعيب من الأهلي دلوقتي الجيل حال يلعب أوصول زباية العصر بتاعك والعصر ما بعد بتاعك من ألف الوحي متطالع بقى أبقول ديانج من الناس في نص الملعب يعني النموذج للديفندر في نص الملعب جيل عم كمين بقى ديانج دا مع أنت كان عندك بقى في الوقت دا كان فيه شوق وحسن وكان حسام غيالي وحسام عشور يعني انت فهمت قل لي بقى لا يعني كلهم أسماء قل لي انت قل لي انت تختار مين أسألك احنا بس أنا وراي بالوقتي مزعين بنسألك استاذ كريم لو انت في حد من الجيل بتاع دلوقتي تحط مين مكان في الجيل بتاعنا أنا ممكن أقول قل لا انت بتقول لي على اسم وانا افتقاط على ديانج لا لا قل بشكل عام بشكل عام بشكل عام وما كان مين عبد الملم مكان أحمد السيد دي المهيد انا بخلع بس انا بخلع طبع بس هو كل وقت برضو كل وقت ليه برضو طبعا برضو اللعبة دي اغلبتها ملاباتش ملاباتش قسط جماهير في مصر لا وفي نقطة انا على فكرة انا كنت اعدي مثالا على قاليو جانج بالمناسبة انا كنت اقول لك مكان حسام عشور بس بالمناسبة بقى حسام عشور في وقته هو كان رقم ستة المسالي لكن حسام عشور بنفس الانكابت بتاعت وقتها دي ماينفعش يبقى لا طبعا بس زي ما انت قلت كده ان كل عصر له لعبته لا يعني احنا كنا احنا في الاهلي كنا بنلعب احنا كنا بش لعب خمسة ثلاثة اتنين احنا بنلعب بنلعب ثلاثة ثلاثة مثلا اربعة ثلاثة احنا ثلاثة وقفين ورا وبقى بيهاجي فحسام عشور في الحتة دي المسالي ليه حسام عشور واقف يفسدها كمان بس هو مش عايز اي حاجة غري انه هو يقف بس ايه ديفندر للثلاثة اللي ورا دور لكن دلوقتي لا بتطلب ان مسلا مروان عطيه يلعب حمدي فتح يلعب بوكس بوكس بيهاجم بيدافع الكرة كل شي بيتطور احنا جلنا كان الاتنين فنلص الملعب لا انت توقف جيل بيرتو يطلع احمد فتح يطلع بركاتي يطلع الباك يطلع اللي هو بيعملها دلوقتي مروان عطيه مروان عطيه اللي هو اللي بيعملها دلوقتي مروان عطيه هتلاقي مثلا ديانج طاير هو وحمدي ومروان هو اللي سبت تحتيهم اللي بيتحرقوا ديانج وحمدي طالع نازل واحد بواحد ورا لكن اللي بيلم وراهم مروان عطيه سالك زي محمد الاهل بالزبط عت حسام عشور. طيب عايز سالك لو الاهل عايز يجيب صفقات دلوقتي محتاج ايه؟ محتاج باكلفت مية في المية ومحتاج طبعا فرود ومحتاج باكرايت مع هانه على اساس اقرم لسه مانعرفش برض دنيا ايه بعد اما يرجع. دي دي الحاجات اللي لانيدي قالي محتاج فرود وباكلفت وباكرايت. طب كيبت الاهمد؟ انا انا شايف اللي اهلي محتاج باكلفت ومحتاج وينجريفت. اه. محتاج مهاجب افريقي. اه. في دافريقي محطة. اه. يلي عندك كلهم شابها بعض. محتاج من يمشي؟ لا يمشي بتاعة دارة النادي يعني انت لو هجيب فيرويد طبعاً يعني انت جيبت دول كلهم موضش دارة النادي ولما ولك مين يمشي تقول لي دارة النادي لا دي بتاعة قصدي بتاعة لاجنة الكرة ومع المدير الفني هو اللي بيحددها انت شايف خلينا نقولها بشكل ألطف يعني مين ممكن يبقى شليه دور مع الآلي الفترة اللي جاية ولو خرج من النادي الآلي بقى أفضله انا شايف اقولك اسمها طيب افكرك لا انا شايف انا اقولك مسلا ممكن حسن شايرجع ان خلاص انت جيبت فرويد خلاص عيب عندك شريف وعندك كهرباء خلاص كايمن اشرف ايمن اشرف لا لا لازم يمشي اهه ان هو واضح ان العلاقة بينه من راجل خلاص من راجل اصلاً مش مقتلل ان هو الوحيد اللي ما اخدش مع الراجل اهه ايمن طبعاً من الناس المحترمة اللي هي ادي تنادي الاهل كتير بس هو ده خلاص هي سنة الحياة اه رامي اه لعب كواس جداً ولعت معاه وزروف بتقدمه ان رامي كان خلاص ماشي حصل اصابات قاعدة صح اه انت عندك المدافعين عندك ياسر ورامي وامتولي 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 صح عدد كويس جداً انت مدفعش بقل من الاربعة ممكن تجيب واحد منك صح انت بتلعب اتنين واحد احتياطي صحيح فالواحد اتصاب لازم اتنين ما موجود صحيح فالالاربعة كويسين جداً ان ما جابوش مدافع مم لكن باكرايت انا اعتقد ان يعني هابقى صعب لان كريم فؤاد واكرم خلاص بدى منزل التدليق انت عندك كريم فؤاد واكرم توفيق محمد هياني وخايد عبد الفتاح فدا فتاح والقالي كمان القالي فعل اه طبعاً بطاكن معي اعتقد اعتقد شو هاني ما احيد الشمال حد اه باكلفت انت محتاج باكلفت باكلفت تقيل يعني الناس كان كلها مرشاح يا حيحي عطالله اللي جابو الجند بس سنه كبير تسعة عشرين سنة اه. انت ما حتاج برضو تجيب حد صغير شوية. اه. يشين معاكل اسنين يعني 27 سنة ده تلات أربعة سنة وخلاص. يعني انت محتاج مسلا واحد تلاتة وأعشرين سنة ربعة وعشرين سنة يكون صغية. ما انت لو شقيت لعب عاد معاك تلات أربعة سنة ده مش حاجة برضو قلية انا انت المشكلة برضو ف نادي الأهلي في قطاع النشقين. اه. في قطاع نشقين تعنادي الأهلي دي دي برضو علامة تفهم كبيرة. اه. انت لازم يبقى عندك قطاعه نشئين. انت كنت بتكلم انا ورامي قبل في الفاصل ان احنا من الفين وقمستاشر اخر الناشئ طلع للنادي الاهلي كويس. رمضان وآآ رمضان صحي وكريم بامبو. مم. محاق ماني بدأ يعتبر اهلي برضو. بس خرج ودخل وجالك تاني. خرج وانت جبته اما 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 مدرب المنتخب. مدرب المنتخب آآ كان كيروش. اما اما خده المنتخب انت بدا تبص عليه. صحيح. طب انت اللي اصلا بتحرجه من الاول. صحيح. الولد الولد باين من صغر ان هو كويس. ادي الناشئين مش مشكلة. انت لازم تطلع ناشئين زي ما ان كان على طول السياسة بتاعتناد الاهلي. انا انا الجيل بتاع طلع منه عشرة ناشئين طلعه لابن فريق اول. ما سرحاش بيزبر دلوقتك ابتراح. ما هانت برضو اقول لك هاج. انت انت محتاج نتايج كويسة. انت لازم تجيب من بره والدعم بالناشئين. الناشئين هياخدوا خبرات للناس الجاية جديدة والناس القديمة. عشان انت استفد منه. وتوفر فلوش كويسة. صحيح. انا شايف لاتي استياسة ان انا فرقة اتغير عشرين لعيب. طب انا استفدت ايه? صحيح.